ديبلوماسية الخليج لإنقاذ اليمن من الانزلاق في دوامة عنف أهلي تدور في العاصمة صنعاء المبادرة الخليجية في صيغة ثالثة معدلة يطرحها العبداللطيف الزياني أمين مجلس التعاون الخليجي على الرئيس صالح ومن بعده قيادات المعارضة مبادرة الخليجي يستغرق تنفيذها ثلاثة أشهر وتقضي بتنحي الرئيس صالح خلال شهر من توقيع الاتفاق تسلم نائب الرئيس للسلطة في الشهور الانتقالية الثلاثة تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها معارض الدعوة لانتخابات رئاسية بعد شهرين من التنحي تتم تحت إشراف الحكومة الانتقالية كذلك فإن بعض تفاصيل المبادرة التي تسربت تشير إلى منح الرئيس وعائلته وأعوانه المقربين حصانة ضد الملاحقة القضائية طرف المعادلة في اليمن لم يعلق بعد على المبادرة لكن أصوات الاحتحتاج ما تزال تسمع في شوارع المدن اليمنية أنا أصلا جيت علشان نرد على هذا الخطاب حق الرئيس على أي شرعية دستورية بتكلم علي صالح على ثلاثة وثلاثة سنة جوع قهر جهل وكل يوم يمضي يأتي أشد ويلا على الشعب اليمني مائة وثلاثة وعشرون قتيلا سقطوا في أحداث العنف المتفرقة التي شابت احتجاجات اليمن منذ اندلاعها قبل ثلاثة أشهر يوم جمعة جديد يتدفق له أنصار الرئيس إلى صنعاء تحت شعار جمعة التصالح في حين يحتشد المعارضون بشعار جمعة الفرصة الأخيرة لكن التخوف يسود من اتساع نطاق العنف إذا فشلت الدبلوماسية خصوصا مع انقسام الجيش وانتشار السلاح ووجود جيوب حقيقية لتنظيم القاعدة في البلد ناصر خبغالي بي بي سي